طابة وقاتكم حضر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وان يام الاحتفالات التي تقيمها باكستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال وذلك بدعوة من الحكومة الباكستانية ويصادف اليوم الرابع عشر من اغسطس الذكرى السبعين لاستقلال باكستان حيث يحتفل الباكستانيون في عموم البلاد بهذه المناسبة وهم مفعمون بالحس الوطني هذا وقد اتفق وان يام ورئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي في اجتماع عقد امس الاحد على تعميق تعاون العملية في مختلف المجالات وقال وان انه يتعين على البلدين التركيز على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في اطار مبادرات الحزام والطريق وذلك على جبهات اخرى مثل البنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا واكد عباسي على ان باكستان والصين هما دولتان شقيقتان وان العلاقات الثنائية صمدت امام اختبارات الزمن وقال ان باكستان شهدت نموا مستدما في اقتصادها خلال السنوات الاخيرة مضيفا ان الصين لعبت دورا هاما في ذلك وبعد ذلك حضر الزعيمان مرسم التوقيع على وثائق التعاون الثنائي اشتركوا في القناة